اشتركوا في القناة والنهاردة ان شاء الله معدنا مع الليسن سري الدرس الثالث وعندنا هنا توتاكست نصين تعالوا نبدأ بالنص الاول عنوانه تو مانجو تريز يعني شجرتين للمانجا النص بيقولي سارا وملك دولات اتنين اخوات كل واحدة من الاختين دولات اتنين اخوات لديها مانجو تريز لديها شجرة مانجا نيكستو هرهاوس بجوار منزلها يبقى كل واحدة منهم عندها قدام البيت بتاعها مانجو تريز عندها شجرة مانجا كل سنة الشجرة بتاع المانجا دي بتطرح كل سنة الشجرة بتاع المانجا دي بتطرح فكل واحدة من الاختين بتاكل مانجا لذيذة يبقى كل سنة الشجرة يبقى كل سنة الشجرة يبقى كل سنة الشجرة يبقى كل سنة الشجرة نكستو هرهاوس كل سنة الشجرة اتنين بيوتفول مانجا اتنين بيوتفول مانجا اتنين بيوتفول مانجا واني وزات هيو في يوم من الايام ملك سيد ملك قالت ايه اي دونت نيد مانجا انا مش محتاجة المانجا اي نيد ماني انا محتاجة للنقود بوضعن خلال ر leveraging لنقاطع الشجرة هي قررت ان هي تقطع الشجرة بتاعتها اي كان سيل ثاوت وهتبيع الخشب بتاع الشجرة لتقاطعت الشجرة مالستيار الله وابعت الخشب ملك وزهابي كان سويدا قد قطعت الشجرة وبعت الخشب نيكيز تير وفي العام التالي السنة اللي بعد منها سارة مانجو تري جرو بيجر الشجرة المانجا بتاعت سارة طبعا ما قطعتها لسه موجودة فبقت اكبر جرو بيجر ام بيجر اكبر واكبر اتجيف سارة مور مانجو اكتر من السنة اللي قبلها يبقى البيوغرافي تنبيوا ليه مالك سيد اي دونت نيد مانجو سيثرتنا بيا شجرة المانجو تاني 2 وشيناو دون المانجو ، صحيح في المانجو عادي هيا لدي سارة مور مانجو الليمن دون إقراء بياه مالك سرتي كانات دونه مانجو يبقى بصت مالك من الشباكج عم يادخ تمام قطعتها لا يوجد أمانجو لقد لديها مانجو ولا لديها مانجو ولا لديها مانجو بيوع مرة ثانية رحت سرقت لهي لا تقلقي بلانت ذا مانجو سيد خذي بذرة المانجو ازرعيها بلانت ذا مانجو سيد واحد اكبر واحد دا كان الناس اخطلق نقول مرة ثانية سورا و ملك 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 ودا كان النص الاول تعالوا دي بلاتي نشوف النص التاني اللي عندنا وعنوانه Different energy resources Different energy resources مصادر الطاقة المختلف يبقى different يعني مختلف Energy, طاقة Resources, مصادر يبقى مصادر الطاقة المختلفة We are using more and more electricity يعني طبعا احنا كل يوم بنستخدم كهربا اكتر ده جهزة بتزيد وبنستخدمها جهزة كهربا اكتر يبقى we are using more and more electricity We can make electricity from many different energy resources طبعا احنا بنصنع الكهربا دي من مصادر مختلفة للطاقة Today واليوم 80% of electricity comes from حوالي 80% من الكهربا اللي احنا بنستخدمها comes from بتأتي من Non renewable resources مصادر الطاقة ايه غير متجددة These are coal, gas and oil المصادر دي زي طبعا الفحم, الغاز وكمان البنزين Why is that a problem? طب يا ترى دي ليه مشكلة ان احنا بنستخدم 80% من الطاقة اللي هي غير متجددة Why is that a problem? We take coal, oil and gas احنا بناخد الفحم والغاز والبترول from the air من بطن الارض طبعا كلنا عرف بستخرك الحاجات دي كلها من بطن الارض بطن الارض نفعش نصنع جديد منها هي الكمية اللي موجودة في بطن الارض فقط لو انتهت خلاص ما عندناش تاني When we burn Non renewable resources To make electricity We also cause pollution كمان كل المصادر دي اللي بنستخدمها بتسبب لنا تلوث نسبة تلوث كبيرة عالية How can we use renewable resources طب ازاي احنا نستبدلها بقى ايه بمصادر الطاقة متجددة Renewable resources بيقولي Renewable energy sources مصادر الطاقة المتجددة or everywhere موجودة في كل مكان طبعا We can make electricity from wind طبعا مقدر نصنع كهرباء من الرياح Water من المياه الامواج و كمان الشمس We do not need We need to burn these resources كمان لما بنصنع منها كرباء مش مضطرين احنا نحرقها لا هذا دي تققى نظيفة So there is notification عشان كده ما بيكونش في تلوث To make electricity from renewable energy sources We need new solar forms and wind forms طبعا احنا عشان نسمع We need to get الطاقة الشمسية دي محتاجة ضوء الشمس اما محطات الرياح دي بقى محتاج مساحة كبيرة يكون طبعا متوفر فيها رياح او هوا كمان عشان نصنع الكهرباء من طاقة الامواك من البحر يعني من المياه بتبقى محتاج للبحر طبعا وده كان النص التاني في درس النهاردة تعالوا دلوقتي نشوف الكلمات تعالوا دلوقتي نشوف الكلمات اللي عندنا واول كلمة معانا يعني يقطع يقصر يعني يقطع الشجرة يبقى طاقة الامواك الزيت او البترول اللي هي الطاقة الشمسية غاز مصادر او موارد الطاقة المتقددة كول اللي هو الفحم موارد الطاقة غير المتقددة ويند انرجي اللي هي طاقة الرياح راناوت يعني ينفذ او يخلص الاكستر فوكابلوري اول كلمة وود اللي هو الخشب ديسجن 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 يعني قرار تصانشيين تصانشيين اللي هي عشعة الشمس او وضوء الشمس Earth راس غريب يبقى محطة رياح محطة طاقة رياح راس غريب مصدر للطاقة منطقة في أسوار تعالوا نشوف مصدر للطاقة طبعا الفعال يعني ينظر الماضي منه يسبب الماضي منه يحرق الماضي منه بالإيدي أو برنت بتي زي ما هي سل طبعا سل يبيع يزرع الماضي منها نفس النط ولكن اختلف في الكتابة يعطي الماضي منها هاو يملوك والماضي منها ايه هاد دا كان الكلمات ودلوقتي معادنا معا لدرس الرابع وتعالوا نبدأ بالنص اللي عندنا وعنوانه فريش فش فان فريش فش فان اللي هي شاحنة الأسماك التزجة في واحد بيتكلم بيقول ايه هناك كلمات في المدينة هناك كلمات يعني يوجد سياد عجوز في قريتي يعني يقود أو يتجول في القرية في شاحنة قديمة هو بيحب الوظيفة بتاعته هو بيحب الوظيفة بتاعته هو بيحب الوظيفة بتاعته ولديه ايه مرح رجل مرح يعني دايما ياسيح سمك سمك طوزق بيحب الوظيفة تعالى وحصل على السمك الجميل الطوزق وان داي وزات يوم كان موجود امام منزلي كان موجود امام منزلي ولم يستطع ان هو ايه يشغل الشاحنة بتاعه طبعا اصبح حزين ومحبط ومحبط ماما شافت الراجل ده قدامي كان جو كان حر في الشمس هي ارادت المساعدة حبت تساعد الراجل ماما ابو ماما اللي هو جده كان راجل ميكانيكي هو علم ماما كل حاجة خاصة بالسيارات وهو علم ماما كل حاجة خاصة بالسيارات هي بصت في المحرك المطور بتاع العربية الشاحنة بتاعته هدك له يبقى ده مشكلة بسيطة انا ممكن اصال لحالك سيد ماما الراجل بقى مندهش يعني زي السيطة للصالح العربية سمعنا سمعنا صوت المحرك هزفان وز فكسب اتصلاحة الشاحنة بتاعته شكرا لها ايه طبعا شكرا وقد الماما ايه عشر سمكات ايه طوزجة ودي كانت نهاية القصة الجميلة وتعالوا دلوقتي نشوف الفوكابلوري او الكلمات ودلوقتي وصلنا معاكم الجزء الخاص بالفوكابلوري او الكلمات وتعالوا نبدأ اول كلمة معانا يعني طازق fresh disappointed خدنا السنة اللي فاتس السنة الثالثة يعني محبط fresh van اللي هي شاحنة بيع الاسماك engine يعني محرك طور بتاع السيارة تعالوا دلوقتي نشوف الاكسترا والكلمة معانا grandpa grandpa يعني جد locate locate ينظر الي sound sound يعني صوت old عجوز او كبير او قديم problem يعني مشكلة hot hot يعني حار surprise surprise يعني مندهش village village يعني قرية want want يعني يريد lovely lovely يعني جميل او محبوب تعالوا دلوقتي نشوف conjugation of verbs تصريفات الافعال conjugation of verbs واول فعل معانا fix fix يعني يصلح والماضي منه fixed change change يعني يغير الماضي منه changed عشان ينتهي بيه هنضيف له دي بس shout يعني يصيح والماضي shouted want يعني يريد والماضي wanted تعالوا نشوف ال irregular verbs ولا فعلي الشازة say said يقول و said يعني قال see يارى والماضي منها so teach يعلم والماضي منها taught علمه hear يسمع والماضي منها heard سمعه و دي كانت vocabulary او الكلمات قبل ما نسيب lesson 4 الدرس الرابع عندنا حاجة بسطة جدا وهي لها علاقة بال phonics او الاصوات و كنا خدنا نوينها عنها قبل كده في يونة قبل كده اللي هي short vowel short vowel sound القصيرة اللي هما طبعا الخمس حروف المتحركة القصيرة بيدلنا خمس اسوات يعني اول حرف معانا اللي هو حرف اليو والنط بتاعه ا على وزن كلمة sun و الثاني حرف معانا حرف اليو والنط بتاعه ا زي كلمة van الحرف حرف الاي والنط بتاعه اي زي كلمة فش يبقى النط بتاعه ا ا ا فش حرف الحرف اله الحرف الار Hope حرف اليو والنط بتاعه ا زي كلمة tan تان، تاني ببئة دولة الاصوات المتحركة القصيرة ا 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 cuanto ومع نهاية الأصوات المتحركة لنهاية لسن 4 الدرس الرابع تعالوا دلوقتي نبدأ معكم لسن 5 و 6 الدرس الخامس والسنس طبعا الدرس السنس بيكون ريفيا ومراجعة تعالوا نشوف الفوكابلوري أو الكلمات وأول كلمة معنا يعني يشجع يعني ينصح القمامة يعني مفاجئ أو مدهش يعني يحترم أو احترام يعني أفضل الفوكابلوري أو الكلمات يعني مختلف كوستشن يعني سؤال أدلت يعني شخص بالغ أو راشد بولايت يعني مؤدب أو مهذب ثرو يعني يرمي أو يلقي ومن يعني سيدات نساء أولدر يعني أكبر سنة من رجال يعني أصغر سنة ريتش يعني ثري أو غني كيند يعني طيب أو عطوب بور يعني فقير يعني مثير أو رائع وآخر كلمة كورفولي كورفولي يعني حريص أو بحرص تعالوا آخر حاجة معنا الفعال الفعال يظهر أو يوضح أو يبين والمضم يدينه showed ask ask encourage encouraged learn learned remember remember الirregular think thought say said give sorry give يعطي أعطى تعالوا دلواتي اللي يشوف زا تكست النص بتاع لسون 5 الدرس الخامس وعنوانه is teaching the best job in the world هل التدريس ده أفضل وظيفة في العالم في حد بيت مي لما حد يجي يسألني what do you want to do ماذا تحب أن تكون عندما تكور I answer أنا بجاوبهم I want to be a teacher أنا عايز أكون معلم مدرس for me it's the best job in the world ده بالنسبة لي يعني ده أفضل وظيفة في العالم for a teacher وليه المعلم every day is different كل يوم مختلف students always ask surprising questions التلميذ دهما بيسألوا أسئلة مذهلة ومدهشة teachers need to think quickly المدرسين لازم يفكروا بسرعة they need to encourage their students كمان لازم يشجعوا تلميذهم they need to be very patient كمان لازم يكونوا صبوري they work for many hours every day وهم بيشتغلوا لساعات طويلة كل يوم it's hard work إنه عمل صعب حقيق طبعا but it's exciting ولكنه أيضا عمل مثير شيط a teacher can't choose المعلم من الممكن إنه يغير حياة تلميذه أكيد الأفضل طبعا a good teacher is always ready to learn المعلم الجيد هو دايما جاهز إنه يتعلم حاجات جديدة teachers teach their students but students also teach their teachers التلميذ بيتعلموا من مدرسينهم وهكذا المعلمين برضو يبيتعلموا من تلميذهم everyone in the class knows different things كل واحد في الفاصلة عنده معلومات مختلفة طبعا every adult remembers a special teacher كل شخص كبير أو بلا أكيد بيتذكر معلم كان مميز بالنسبة لي يعني ask your parents ممكن تسأل والديك did they have a favorite teacher يا ترى عندهم مدرس معين مفضل كان لديهم why was the teacher special ليه المعلم ده كان مميز يا ترى إيه الميزة اللي كانت عنده ودي كانت نهاية النص ومع نهاية نهاية lesson 5 and 6 الدرس اللي الخامس كمان نهاية unit 6 الوحدة الستة وكمان نهاية منهج الصف الرابع الابتدائي الفاصل الدراسي الأول بالتوفيق لكل نهاية ترجمة نانسي قنقر